عقب الحادثة التي تعرضت لها ناقلتان نفط في خليج عمان علقت شركات حجوزاتها الجديدة إلى الخليج في وقت لاقت الحادثة ردود فعل غاضبة من الدول وصارع الطهران إلى التنديد بالهجومين فيما دعى الاتحاد الأوروبي إلى أقصى درجات ضبط النفس كما ساهم الحادث في رفع أسعار النفط بنسبة 4% في تداولات اليوم في حادثة هي الثانية في مياه الخليج خلال شهر اشتعلت نيران في ناقلتين نفط في خليج عمان الذي يقع عند مدخل مضيق هرمز الذي يمر عبره خمس استهلاك النفط العالمي قادما من منتجين بالشرق الأوسط حادث ناقلتين نفط في خليج عمان جاء بعد هجمات تخريبية استهدفت ناقلات الشهر الماضي بالقرب من إمارة الفجيرة أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم فيما اعتبرت السعودية والإمارات الهجمات على أصول نفطية في الخليج أنها تشكل تهديداً لإمدادات النفط العالمية وأمن المنطقة حادثة خليج عمان رفعت أسعار النفط بنسبة أربعة في المائة وسجلت العقد الآجلة لخام برينت واحداً وستين دولاراً فاصل سبعة وتسعين سنة للبرميل ولخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اثنين وخمسين دولاراً وخمسة وخمسين سنة للبرميل ومع استبعاد الخبراء وقوع حرب عسكرية في المنطقة كانت طبولها تقرع بقوة مؤخراً باتت حادثة الناقلتين الأخيرة مؤشراً قوياً على حرب اقتصادية بدأت مقدماتها فعلياً وأصبحت مرشحة لمزيد من التأثير على الأسواق العالمية واضعة الاقتصاد الدولية تحت ضغط أزمة عالمية جديدة محتملة ارتفاع أسعار النفط بعد الاعتداء على ناقلتين في خليج عمان وسط تحذيرات من حرب اقتصادية